على الصعيد التاني برضو خليني أقول لحضراتكو عن أو على تصريحات كابتن إيهاب جلال إيهاب جلال يعني يتحدث أن هي كانت مباراة قوية جدا اتكلم عن أن اللعيبة بتاعته كانت برضو مسيطرة بشكل كبير على مجريات المباراة لكن يمكن اللمسات الأخيرة هي اللي كان عنده فيها مشكلة تكلم أن برضو لعيبة الإسماعيلي يعني عندهم مش هقول مشكلة بس همها صغار إلى حد كبير برضو في السن خارجين برضو من أزمة عدم استقرار في الإدارة فده بيؤثر إلى حد ما برضو على أداء اللعيبة اتكلم برضو عن النادي الأهلي أنه هو أكيد لعب بشكل رائع جدا يعني كان فيه تصريحات أعتقد برضو متوازنة بشكل كبير جدا من كابتن إيهاب جلال وعلى الصعيد التاني لما احنا بالوقت يشوفنا تصريحات مارسل كولور أنا بشوف برضو الحديث أو تحديدا لما مارسل كولور تحدث عن الإسماعيلي وقال لأ كان منافس قوي وكان في نفس الوقت المباراة قوية أنا أعتقد دي برضو حاجة محترمة جدا أنت طالع بتتكلم حتى تحديدا مش بقول عن الإسماعيلي بس أي فرقة زي ما بقوله حضراتكم كان عندها موسم صعب جدا الموسم اللي فات بتحاول دلوقتي تقف على رجلها بشكل كبير تصريح أعتقد محترم جدا وواقع يعني أو خلينا نقول واقعي تاني الإسماعيلي اللي ظهر في آخر ثلاث ماتشاط لي لحد دلوقتي اللي لعبهم أعتقد مستوى مختلف تماما عن الإسماعيلي اللي احنا شفناه في الموسم اللي فات ترجمة نانسي قنقر